وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار النائب البرلماني السيد جمال داود نرحب بك سعادة النائب وقد يكون من البديهة أن نتساءل في هذه اللحظات الحاسمة في تاريخ المنطقة عن ما هو المتوقع من وزراء الخارجية المجتمعون حاليا في القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أولا نرحب فيكم ونشهركم تحتها الفرصة وأعتقد بأن اليوم جميع الأنظار تتجه إلى القاهرة للانتظار فيما سيتمخذ عنه هذا اللقاء وأنا أعتقد بأن هناك الآن في تحرك على مستوى العربي بصراحة والتحرك يعني إيجابي جدا واضح بأن الآن حسب موصلتنا الأخبار خلال الفترة القصيرة الماضية بأن هناك تحرك من السودان والرئيس السوداني حسب أيضا الأخبار بأنه قريبا سيصل إلى المنطقة بأنه تتحرك وصبق أنه كان هناك اجتماعات من بعض الكبار المسؤولين السودانيين للنظر في المساعدة والتعاون مع الكويت لحل المشكلة لأن هذه القضية هم العالم العربي ككل بصراحة بشكل أساسي فعلا البحرين تضررت كثيرا وأعداءنا واضح مع إيران بشكل أساسي بحيث أننا جميعا نتفق على أنه لابد من إيجاد الموقف الصلب في التدخلات الإيرانية والميليشيات الإيرانية وبعض الأعمال والأفعال التي شهدتها البحرين ودول المنطقة واليوم أنا أعتقد بأن قطر هناك تجاوب من قبلها بهذا المبدأ ويجب أن يكون الأمور واضحة جدا لأن وجود قطر مع دول المجلس تعاون مهم جدا وأعتقد ربما أن هناك انحراف في بوصلة العمل القطري في طريقة ما زالت غير واضحة غير مفهومة وهذه صدمة بالنسبة للشعب البحرين ككل وشعوب دول المنطقة ولذلك الآن التساؤلات في ما هو التوجه اللي بتتجه قطر ولذلك أنا أعتقد أن الاجتماعات القائمة الآن في القاهرة هي اجتماعات مهمة جدا والكل يأمل بأن تخرج بإيجابية بحيث أن تتحقق الآمال والطموحات لدى شعوب المنطقة بشكل أساس وشعب البحرين بشكل خاص لأننا فعلا بحاجة إلى نكون نحن يدا واحدة أمام ما نواجه من تدخلات في شؤون المنطقة ككل من قبل إيران بشكل أساسي وميليشياتها ومحاولات زعزات الأمر الاستقرار اللي نواجه نعم سعدتنا بتحدثتم عن تحركات دبلوماسية ما زالت مستمرة في النطاق العربي هل برأيكم أن هذه التحركات حتى بعد انتهاء المهلة الممنوحة لقطر والتوجه الواضح لقطر لرفض المطالبات من الدول المقاطعة وبالعودة إلى تصريح الجبير في الخبر السابق أن قائمة المطالبات في أغلبها هي مطالبات وافقت عليها الدوحة أصلا في 2014 وأن لم تلتزم بها ما الذي من الممكن أن يتغير في الموقف القطري اليوم أنا أعتقد أن الأخبة في قطر المفترض أن نكون عندهم من الحكمة الواسعة والدراية والمعرفة لما نتكلم عنه نحن في البحرين بشكل أساسي نحن كشعب البحرين يعني لنا علاقات الأسرية والأخوية كبيرة جدا واسعة منذ التاريخ فأنا أعتقد أننا نتكلم عن الأمور في هذا السياق نحن نتكلم عن تحديد مصير وأمور لها علاقة بكيانات قائمة وفي نفسها شعوب تنظر إلى أن تعيش باستقرار واطمعنان ولا أعتقد أن قطر ترضى عن نفسها أن تكون هي الشوكة والخصم الذي يضر أخوانه وأسره وأهاليه لذلك من الحكمة بأن قطر تعود إلى رشدها وتتفهم هذه الأمور وتعرف أن نحن عندما نتكلم عن واقع عليم يعني يمس قلوب جميع أبناء البحرين وشعب البحرين فلا نتكلم أن نحن من مجرد مسرحية وأننا نتكلم من بصداقية ونتكلم بكل جدية ولذلك نعتقد أن الأمال كبيرة جدا بأن فعلا هذه الاجتماعات تحقق أمال الشعوب المنطقة ككل شعب البحرين وشعب قطر بشكل خاص وفي نفس الوقت بأننا لليوم لم تعد المسائل هناك فسحة من أجل أن نضيع الوقت بأن نحن محتاجين كل دقيقة وكل ثانية من أجل فعلا أن نكون أمام المسؤوليات الكبيرة التي هي على أعناق القيادات في دول المنطقة وكذلك توجه هذه الشعوب أمام الأحداث التي لم تتوقف والتهديدات التي ما زالت مستمرة فلا يعقل بأننا ننظر إلى المسألة بمجرد بأن قطر تتخذ موفا إذا أرادت يمن نفسها بأن تقطع نفسها عن جذور مجلس التعاون فهذا أكبر خطأ تاريخي ممكن أن تتخذ الأخوة القائمة في قطر وهذه مسألة تصبح شيء من غراب الخيال نعم بالتأكيد ساعدتنا بالرغم ما ذكرته من أهمية وجود قطر وعودتها إلى الحضن الخليجي ولكن النظر إلى التحرك السياسي القطري منذ بدء الأزمة وحتى الآن يرى أنها بدأت بمرحلة إنكار قصيرة ثم استقواء بالخارج ثم استجداء عطف ونشر بعض الأخبار وتحركات لحشد الرأي العام الدولي ضد الدول محاولة تغليطها إذا صح التعبير كيف تفسرون هذا التعنط القطري؟ بعض المواقف السياسية عادة ما توصف بالتهور وعدم التوقف عند مبادئ الحكمة واللغة المشتركة في الفهم أي بما معناه واجهنا مثل هذه الأمور مع كثير من المواقف بأن يكون هناك حدث هذا الحدث يعامل بتهورات غير إطمعنار ونعمل استقرار في التفكير مما يؤدي إلى زيادة التوتر ثم محاولات المبالغة في تحقيق مكاسب نحن نملسنا أمام مكاسب من سيحقق مكاسب فيما يجري اليوم؟ نحن اليوم بالعكس نتألم أن تبتعد قطر عن أشقها في دول مستعاون ونتألم أن يكون الشعب القطري بعيد عن شعوب مستعاون عن شعب البحر في شكل أساسي ونتألم أن تكون هناك نوع من الحواجز والفواصل بينما المسألة يجب أن نعود إلى رشدنا ونضع أمامنا الحكماء والعقلاء الذين ينظرون إلى حقيقة هذه الأمور والأوضاع التي فعلا نترك جميع الأمور جانبا ونعود إلى رشدنا من جديد ونقف على بساط واحد كيف نعيش مع بعض؟ ولكن برغم تذكرة عطيت قطر الكثير من الفرص للعودة إلى رشدها هي ما زالت تصر على دعم الإرهاب وموثق بدلائل وبأرقام كيف من الممكن أن تعود إلى رشدها اليوم؟ وما الذي من الممكن أن تقوم به دول المنطقة إذا استمرت هي على تعنطها ودعمها للإرهاب؟ لذلك هذا ما نقول إذا كانت قطر قد اتخذت قرارها بأن يكون لديها مصير بعيد عن دول وشعوب مجلس التعاون فهذه المسألة هي الألم الذي فعلا نستقطع جزء من أجسادنا لنتركه لمن هم أعدائنا ومنهم ما زالوا يخططون ويتأمرون من أجل ضرب مجلس التعاون والإسانة المجلس التعاون لذلك أنا أعتقد قطر إذا هي أرادت أن تكون في هذا الجزء من العالم فلا نقول إلا أن لدينا مواقفنا ونعتقد قياداتنا لديهم من الحكمة كما أنهم صبروا وتكتموا على مثل هذه الأمور لسنوات طويلة ولديهم من الحكمة من التعاملون بصبر وحنكة ودراية بكيفية التعامل مع مثلا مع هذه وبعقلانية إذن أنا أعتقد أيضا لديهم من الحكمة والحنكة والعقلانية والدراية بكيفية التعامل معها مستقبلا وما في شك من المصير الأول والأساس الأول والهدف الأول والرئيسي هو حماية البحرين وشعب البحرين ومتخصبات البحرين ولن يقبل أحد على أرض البحرين أن يتم هناك مس في أي جزء من أجزاء البحرين سواء كانت من قطر أو غير قطر نعم بالتأكيد سعدت النائب البرلماني جمال داود شكرا لوجودك معنا شكرا لك شكرا لك